هذا شيء وارد أحمد يعني هو الآن أنت يعني شرحك الوافي وشرحك الدقيق جدا على أوديسيا عندما احتل منطقة أوديسيا أوديسيا هي تقريبا تقريبا 80 كيلو متر أو 100 كيلو متر على الحدود الملدوفية وهناك حسب ما نعرف أن هناك إقليم إقليم ترانزسترية هذا الإقليم من 1400 إلى 2000 جندي روسي منذ 1994 موجودناك يعني أراضي روسية تعتبر هذه لأنه هو إقليم انفصالي يريد بوتين أن يأخذ هذه الأرض إذا أخذ هذه المنطقة سيحتل ملدوفا إذا احتل ملدوفا سيكون مباشرة باحتكاك مع رومانيا في رومانيا الفرقة الثالثة يعني هناك لواء من الفرقة الثالثة المدرعة الأمريكية موجودة هناك إذن ستكون مواجهة بين حلف الناتو إذا صارت مواجهة بين حلفنا إذا قتل جندي واحد من حلف الناتو من هذه الدول الثلاثين ستفعل المادة الخامسة من مثال حلف الناتو وستكون هناك حرب مباشرة على روسيا ولكن روسيا لا تريد هذا أيضا الحرب العالمية الثالثة أيضا مكلفة يعني ستكون مكلفة على روسيا وستدم الروسيا يعني هذه ثلاثين دولة أكثر تسليحا وأكثر نعرف النووي ولكن روسيا فرنسا وأمريكا وبرطانيا أيضا لديهم النووي والصواريخ النووية يعني ليست فقط روسيا روسيا يعني نعم بوتن ربما يحصر في زاوية يقوم بحركات عسكرية لبدء حرب عالمية ثالثة ولكن لا ترتقي إلى الحرب النووية ويعني مسح الكرة الأرضية وتدمير الأرض يعني هو أيضا يريد أن يعني survive يريد أن يكون يعني على الوجه على رأس السلطة نحن نعرف أن بوتن يوم 7 أكتوبر من هذا العام سيكمل عامه السبعين يعني أيضا كبر يعني أيضا يريد أن يكون لديه أحمد ساعدنا على هذه الكلمة legacy يريد تكون لديه legacy أنا معرفها بالعربي أن يكون لديه إرث إرث بالضبط يكون لديه إرث يعني ستالين لديه إرث يعني كل الدكتاتوريين وكل الملوك والرؤساء كل الرئيس لديه إرث ولديه قصة نجاح هو يعتقد أن هذا ستكون هي قصة النجاح